الدرس الرابع إدارة الملاحظات أن برنامج مايكروسوفت وان نوت هو بمثابة دفتر ملاحظات رقمي يوفر لك مكان واحدا يمكنك فيه حفظ جميع المعلومات المهمة يعني مثلا بنات أنا عندي الوان نوت هو كأن دفتر يحفظ فيه جميع المعلومات بشكل مرتب ومنظم مما يسخ البنات الوصول إلي طبعا أسوي هنا نيو نوتبوك اللي هو صفي الدراسي إنشاء دفتر للملاحظات الجديد وبعدين أضع قسم للواجبات المنزلية أول شيء اللي هو من عند تسويبة بإعادة التسمية أسوي رينام أسوي إعادة التسمية وأسجلها باسم الواجبات المنزلية بعد كده أسوي إضافة قسم آخر اللي هو قسم الصف ونفس الطريقة بنات أسوي إعادة التسمية وأسميها الصف هو كأن بنات ملف أجزء من الداخل وبعد كده تنظيم المواضيع باستخدام الصفحات الفرعية يعني أنا بنات عندي قسم الصف أبغى أدخل فيه أقسام ثانية اللي هو الجبر والهندسة والمنطق أسوي كذلك أقسام أخرى أقسام فرعية واستطيع كذلك بنات أني أحفظ فيها ملفات الورد والإكسل والفوير بوينت طيب أروح أفتح في الدسكتوب أفتح بنات أعرض الملفات مثلا الرياضيات دروس الرياضيات اللي هو الجبر الجبر والهندسة والمنطق يمكنك هنا إضافة صفحة جديدة اللي هو آد بيت من المهم الاحتفاظ بنسخة ورقية من ملفاتك وذلك تحسبا لحدود خلل أو تلف القرص الصلب حيث تحتفظ بجميع ملاحظاتك في موادك الدراسية مما يؤدي إلى ضياعها إذن بنات يعني ضروري أنك أنت تحفظينهم في مكان آخر للوصول إلى ملاحظاتك من جهاز آخر كما تعرفنا في الدرس الأول في هذه الوحدة توفير تطبيقات واندرايف لأجهزة الحاسب إحنا عرفنا بنات أن الواندرايف أقدر أفتحك أي مكان وأقدر أشارك الأشخاص الآخرين فيه كذلك هذا التدوين الملاحظات أقدر أشارك الأشخاص فيه من خلال شير وأحدد على الملف وأضغط كلمة شير وبعدين بنات أسوي سيند وأحدد الأشخاص الشخص لديه الارتباط يمكن التحرير إذا كنت تريد العنوين مع الأصدقاء في نفس دفتر الملاحظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر